في أمريكا تلك فلسطينيون يبنون متحفا للذاكرة الفلسطينية تلك الذاكرة المهددة تحت تقل سبعين عاما من النكبة ومئة عاما من الهجرة وعشرات الفيتوهات الأمريكية متحف لا يخبر حقائق سياسية أو يروج لمشاريع وتسويات بل يخبر حكاية فلسطينيين وقصص علاقاتهم مع تاريخهم ووطنهم الأصلي إنها الذاكرة في مواجهة الذاكرة الأخرى واشنطن مدينة تكثر فيها المتاحف من تلك التي توثق تجارب الأفارق الأمريكيين إلى تلك التي توثق تجارب الأمريكيين الأصليين وحتى متاحف في مثل هذه الأحياء السكنية متاحف صغيرة توثق تجارب الشعوب ما في وقت ما وأيضا سيكون هناك متحف الشعب الفلسطيني الذي سيكون مقره على الأقل مبدئيا في هذا المبنى على هذه الزاوية نحن حاليا في حي اسمه دوبان سيركل اللي هو حي جدا ثقافي وفي كتير من الأنشطة الثقافية اللي بتصير فيها في واشنطن نزار فرساخ وبشار نصار هما وراء متحف الشعب الفلسطيني والذي هو لغاية الآن شقة صغيرة في مرحلة الترمين بعض اللوحات التي تم التبرع بها لا زالت في أغلفتها وتزين الحائط مسودات لأفكار ورؤى المؤسسين الهدف ليس إنشاء متحف عن فلسطينة أو تاريخها بل متحف حي عن الفلسطينيين وتعدد روايتهم هنخوط في التجارب الفلسطينية المختلفة القصص الفلسطينية المختلفة طبعا إحنا شعب واحد لدينا هدف واحد هو التحرر طبعا ولكن داخل هذه القصة في قصص مختلفة تجارب مختلفة إن كانت في الشتات أو إن كانت في أمريكا أو إن كانت في الضفة أو غزة أو القدس كل هذه التجارب قصص مختلفة غنية بيستطيع زائر المتحف أن يتصل بالقصة الفلسطينية على المستوى الإنساني جرى نصار وهو صاحب فكرة المتحف انتقل من بيت لحم إلى واشنطن عام 2011 بلشت أزور في هذه المتاحف بس ما شفت أن قضيتنا أو قصتنا الفلسطينية موجودة إحدى أهداف المتحف هي التعرض للصورة النمطية عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة فهم إما إرهابيون أو ضحية فقط المعرض الأول حيكون حول الرؤى المختلفة لمستقبل فلسطين في عنا فنان فلسطيني من مخيم الدهيشة جدا رائع شاب جدا موهوب حيحكي حاول عدد كبير من الفلسطينيين حول رؤيتهم حول مستقبل فلسطين كيف أنتم تشوفوا مستقبل فلسطين شو حيكون فيها هاي فلسطينيين المستقبل ومنها حيرسم تمن رسومات أما الهدف الآن فهو جمع تبرعات تساعد المتحفة على الافتتاح من الشقاق العربية واشنطن ومعنا من واشنطن سيد نزار فرسخ رئيس مجلس مناء متحف الشعب الفلسطيني أهلا بك معنا نزار استمعنا إلى ما تم الحديث عنه في التقرير قبل قليل تقرير زميلتنا مونة ولكن ربما نسأل بالبداية لماذا اخترتم واشنطن واشنطن أصلا مقتضة بالمتاحف والمنافسة على جدب الزائرين فيها شديدة وهي مكان وكأنه مكتسب بشكل مسبق للإسرائيليين لماذا واشنطن؟ حتما للأسباب التي طرحتها لأنها مدينة المتاحف واشنطن فيها أكثر من ثمانين متحف وأيضا لأنها المركز الثقل للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل والمجحفة بحق الفلسطينيين فبالتالي فلسطين تستحق أن تزاحم المتاحف الأخرى في مدينة المتاحف وأيضا الرسالة الفلسطينية والقضية الفلسطينية عليها أن يكون لها منبر ثقافي ومنبر شعبي يؤثر ويكمل العمل في اتجاه تحرر الفلسطيني وتحرر الشعب الفلسطيني عندكم تعاون مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية أو إذا ممكن نسأل ما الذي سيميزكم عن باقي المؤسسات الفلسطينية هناك؟ بالطبع هناك تحالف وتعاون مع مؤسسات مختلفة كما ذكرت نحن نرى دورنا كدور مكمل للمؤسسات الأخرى إجمالا المؤسسات الأخرى عملها أكثر عمل سياسي عمل مناصرة من أجل القضية الفلسطينية عمل جمع تبرعات لفلسطين المتحف الشعب الفلسطيني سوف يركز أكثر على الروايات الفلسطينية والاشتباك مع الزائرين الأمريكان أو الزائرين من دول مختلفة الذين يزورون مدينة واشنطن الاشتباك معهم ثقافيا وعلى المستوى الإنساني ليتعرفوا على الفلسطينيين ويتعرفوا على غنى الروايات والقصص والتجارب الفلسطينية رح أسألك إذا كنت تتصوروا أن هذا ممكن أن يغير بالصورة النمطية عن الفلسطيني أو يغير في نمط التعاطف مع إسرائيل أكثر إذا ما صار في هذا الاشتباك اللي تحدثت عنه لنتابع معك هذه المعلومات عن فلسطيني أمريكا ثم سنعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويعود مرة أخرى لأسألك عن توقعاتكم بالنسبة للتأثيرات هذا المتحف ماذا ستكون بناء على ردة الفعل اللي شفتوها حتى الآن من الجالية الفلسطينية كيف كان التجاوب معكم وما هي ردة فعل غير الفلسطينيين أيضا في قضية فتح متحف يروي قصص فلسطينية حتما إجمالا هناك حماس كبير هناك شغف لرؤية ما سيجلبه المتحف هناك العديد من التبرعات العينية من الجالية الفلسطينية ومن غير الفلسطينيين أيضا الذين يحبون القضية أو يقفون مع الفلسطينيين هناك حماس كبير بعض الفئات الفلسطينية اللي نقول الأكبر سنا يرون تخوفون أن المشروع أو المبادرة غير تقليدية ويتخوفون من عدم نجاحها ولكننا نحن أؤمنون أن المبادرة جيدة لأنها جريئة سوف تلقى صدا كبير وهناك فئات طبعا مضادة أو لا يعجبها ذلك هذه المبادرة ونحن نسعى إلى الاشتباك معهم أيضا وبيننا كلمة سواء طيب شو اللي رح تردوه بالمتحف أكثر من الرسومات مثلا أو يعني كيف ستروي قصص الفلسطينيين الإنسانية في متحف حتما لم نختصر على الرسومات المرحل القادم المعرض الأول سوف يكون حول الرؤى الفلسطينية وسوف تشمل بعض الرسومات ولكن هناك أنشطة مختلفة أنشطة للعائلات وللأطفال مثلا فهناك طلب كان من الجالية الفلسطينية في أمريكا أن يكون هناك أنشطة تجعل الجيل القادم يتحمس ويرتبط بفلسطين بشكل عضوي وبشكل قوي فهناك سوف تكون أنشطة مثل ذلك وسوف يكون هناك أيضا عمل مشترك مع مسارح هنا في واشنطن ومع مؤسسات فلسطينية وغير فلسطينية لعمل مشترك لعرض القصص الفلسطينية بطرق مختلفة وليس فقط عبر الرسومات سيكون جزء منها الأفلام الوثائقية مثلا من كبار السن يرون قصصهم يتحدثون عنهم أبنائهم أحفادهم يمكن هذا يكون جاذب من الناحية الإنسانية للناس لزيارة المتحف بالطبع فهناك مثلا السيرة الشفوية أو التاريخ الشفوي لفلسطين وهناك تسجيلات صوتية وبصرية مثلا نحن نعمل مع جمعية رمالة هنا في واشنطن فقد قاموا بجمع عدد كبير من تلك التسجيلات وسيتم عرضها في المتحف فهذا مثال على نوع التعاون مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى لتنويع أشكال الأنشطة التي نقوم بها في المتحف كان في سرقة إسرائيلية واضحة لأشياء فلسطينية من التراث الفلسطيني منها بعض الأكلات الفلسطينية الحمص مثلا الحمص معروف في أمريكا كأنه أكل إسرائيلية وهو من الأكلات المعروفة بالنسبة لبلاد الشام والشعب الفلسطيني كذلك الثوب الفلسطيني المطرس باليدوي كانت في محاولات دائما سرقة إسرائيلية لهذا الثوب بدليل أنه المضيفات طيران العالب تلبس هذا الثوب الفلسطيني رح يكون فيه تأريخ لمثل هذا التراث الفلسطيني بحيث يساعد ربما في تغيير الفكرة الموجودة في أمريكا أنه هذا ملك الإسرائيل حتما هذه أيضا فكرة أخرى ستم عرضها في المتحف وهي التعرض لأمثال المختلفة للمطبخ الفلسطيني للتطريز الفلسطيني للفن الفلسطيني لطرحي كمساهمة فلسطينية للبشرية طبعا وحتما لإعادة تصحيح الصورة حول تلك المقتنيات أو تلك الخصوصيات الفلسطينية التي حاولت إسرائيل أو تحاول إسرائيل اقتنائها أو سرقتها كما ذكرت وذلك ممكن إذا كان هناك متحف اسمه متحف الشعب الفلسطيني الذي يعلن بشكل واضح الهوية الفلسطينية والأشكال المختلفة لتلك الهوية هل لديكم أي نوع من التخوف من اللوبيس طهيوني في واشنطن؟ بالطبع هناك تربص لأي محاولات لتشويه أو الإشهار بالمتحف وأعضاء المتحف ولكننا واثقون بأننا نحن على صراط المستقيم وعلى أصحاب قضية عادلة وسوف نتعامل مع تلك المحاولات حين تأتي ونحن واثقون أننا سننجح في النهاية أكثر شيء يمكن أن نجحكم باعتقادي أنه جعل المتحف وطني أكثر من تديينه أو أصبه بصيغة إلى علاقة بالدين بأي شكل من الأشكال سيد نزار فرسخ رئيس مجلس أمناء بطحف الشعب الفلسطيني ضيفنا من واشنطن شكرا جزيلا لكال المشاركة تيوانا شكرا جزيلا لكال المشاركة تيوانا شكرا جزيلا لكال المشاركة تيوانا ترجمة نانسي قنقر